أرجع ورحب فيكم من يديد وصلنا معكم لفقرة شباب الدار اليوم وعدنا سيكون مع عضو فريق من بلد شعبه أسعد شعب إنه فريق أسعد شعب على نفس الاسم التطوعي يسعدنا أن يكون معنا المستشار علاء مروان آل حرزلة بئيس اللجنة المنظمة لملتقى أنا ومجتمعي نائب رئيس فريق أسعد شعب يا هلو مرحبا ومنور معنا علاء مساء الورد يا هلو مرحبا طبعا يعني مجرد نحن ونقرأ الاسماء هذه وعمل تطوعي نفخر في شريحة الشباب اللي مثلكم يرفوعون دراسنا في كل المحق جزيلا خير ونحن نفتخر في البرامج الرائعة اللي توجه الشباب لمثل هذه المبادرات الله يسلم هذا وجهنا طبعا طبعا على نشأة الفريق هل أتت قبل أو بعد يعني ظهور اسم أسعد شعب للإمارات نشأة الفريق حقيقة يت قبل ظهور أسعد شعب في عام 2012 قبل العام 2012 وبمجرد انطلاق توجهات صاحب اسمو الشيخ محمد بن راشد على إطلاق لقب أسعد شعب على شعب دولة الإمارات العربية المتحدة كنا نحن أول المبادرين لاستقطاب هذا الاسم وإطلاقها على اسم فريق أسعد شعب قلنا على التطور هذا وكيف قدرتوا توصلوا له الرقم ما شاء الله طبعا بداية الفريق كان عبارة عن خمسة أشخاص مثل ما ذكرت كان الهدف من الفريق هو بس مجرد أن بين بعضهم مبادرات بسيطة بدأت تنتشر الفكرة نوعا ما بدأ العمل التطوع في دولة الإمارات حقيقة يأخذ مكانته بطريقة غير مسبوقة طبعا توجيهات المسؤولين وتوجيهات أصحاب الإختصاص في نشر الثقافة التطوعية اليوم نحن نشوف الثقافة التطوعية أصبحت إلزامية في وزارة الدربي والتعليم لحتى أن الطالب ينجح في المدرسة طبعا ويحثون طبعا هذا حث وتأسيس وهذا شيء مهم جدا طبعا الآن أنتم ما شاء الله كنت قول خمسة والآن ثلاث تلاف هالثلاث تلاف شخص في أي مجالات يطوعون هل هناك مجالات معينة أو أنتم ما شاء الله أينما دعتكم الإمارات توجهتم والله بالنسبة للمشاركات ما توقف في حد معين نحن طبعا نعتبر شركاء لأي مؤسسة حكومية عندها مبادرة انطلقت لدعم أي برنامج حكومي أو أي برنامج اجتماعي أو أي خدمة مجتمعية فنحن نشارك فيه عندنا مثل هذه المبادرة التي على الشاشة هذه طبعا مبادرة نحن تقريبا شهرية أطلقناها من الفريق لزيارة مركز دار رعاية المسنين هذه هي طبعا أباءنا ونحن بحاجة أن نسوي لهم جوتر فيه فنحن بشكل شهري عندنا زيارة لمركز دار رعاية المسنين وحقيقة دار رعاية المسنين في الشارجة وفي دبي أيضا من الجهات المتعاونة جدا في استقبال المتطوعين والناس لتجيههم على الدعم هذه الفئة أنا بس بالسؤال يمكن أسعى الشعب ضبعا يشارك في تنظيم الانتخابات أيضا نعم في شهر خمسة تقريبا انطلقت عملية الحملات الانتخابية من خلال المجلس الوطني نحن الحمد لله كنا أول المبادرين في التواصل مع إدارة المجلس الوطني وكان ترحيب كبير جدا من الهيئة المجلس الوطني طبعا رحب بفكرتنا أن نكون متطوعين لأنه كانوا بحاجة لمتطوعين طبعا هنا نحن من ضمن المشاركين من عدة جهات تقريبا كانوا مشارك في هذه المبادرة أكثر من أربع فرق تطوعية هذا الفريق ما لكم كل اللي بصورة مبكلهم ولكن نسبة كبير الحمد لله كانت منهم كان عندنا ما يقارب الـ 1500 متطوع في المبادرة على مستوى دولة الإمارات تبارك رحمة طبعا بعد علاءة أنا عرفت أنتم مبب بس يعني داخل الدولة وصلتم ما شاء الله لمجلس التعاون حتى لسلطنة عمان استهمتوا فيها يعني شاركتونا في كل المحافظة نعم شاركنا السنة التي طافت في اليوم الوطني لسلطنة عمان وقبل طبعا أسبوع أيضا يثنى دعوة من المملكة العربية السعودية في فرق تطوعية للمشاركة وياهم هذه بعد كانت أمان في رمضان صحيح؟ هذه حملة رمضان أمان طبعا اللي هي أطلقتها جمعية الإحسان الخيرية هذه السنة الرابعة التوالي وكانت تحضين فيه ويانا طفلة مميزة وهي طفلة من دول إعاقة وهي أول طفلة من دول إعاقة تشارك ويانا في الفريق شارك ويانا ما يقارب 650 متطوع على مستوى دولة الإمارات ولكن الحملة كان فيها ما يقارب 2000 متطوع من عدة جهات تطوعية أنا عرفت بعض أن مشار العلاء من ضمن الشريحة التي كانت موجودة أنتم لم تحطيتوا جهة معينة من دول الإحتياجات الخاصة فقط ولكن حتى من الشريحة الإعلامية وشريحة الفنانية وشريحة الشيوخ وشريحة الدنيا كل المحافلة وكل الشرائح ساهمت في العمل التطوع هذه كانت توجيهات جمعية الإحسان الخيرية أنها تنشر ثقافة العمل التطوعي لأنها كانت حملة إعلامية أكثر من أنها دعم لهذا الشيء طبعا أعلى 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 سؤالي وراء كنتوا أنتم في حضرة الكبار السن وأيضا أدوية يعني محتاجين أن يكون متواجدين دائما معهم أبناء شباب يذكرونهم بالماضي وفي نفس الوقت يقلون لهم مشاعر المجتمع الإماراتي صحيح حدثنا شوي عن المشاعر التي يحملونها عند زيارتكم لهم هل هناك شغف وصبر وانتظار لوجودكم بشكل شهري؟ تقصد من كبار من كبار نبغي نعرف حالتهم كيف يكونوا متواجدين دائما كبار السن هم في هذه المرحلة نفس الأطفال مجرد ما أنت تقبل عليهم في هدايا في زيارة في طلعة ترفيهية أو زيارة ترفيهية أو تخرجهم برع الدار يحسون في أنه بعد الدنيا بخير بعده في ناس تسأل فيهم بعد الناس تتعاون وياهم فلذلك نحن حفزنا أن هذه المبادرة تكون على شكل شهري والحمد لله يعني في كل شهر يكون عندنا زيارة يتجاوز العدد المتطوعين المشاركين للخمسين لميات متطوع إن شاء الله إن شاء الله نحن بعد المتطوعين اليأيين بدنا الرحمن إن شاء الله إن شاء الله متما يمديننا نحن الوقت نحن الحاضرين بس دعونا أنتو على طول نحن طبعا أولين وهذا واجبنا نحن كعلامين طبعا يكون متواجهين على طبعا في حملة القيادة العامة لشرطة دبي أنتو ساهمتوا بعد معاها صحيح؟ نعم نحن في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في القيادة العامة لشرطة دبي دائما من المشاركين وياهم بالإضافة لعدد كبير من المؤسسات الحكومية على مستوى الدولة اليوم أيضا نحن حولنا توجهنا من مجرد فقط عمل تطوعي لأيضا تنفيذ مبادرات وطنية أو تنفيذ مبادرات مجتمعية سيدي صاحب السمو الشيخ الحمد بن راشد أطلق من فترة مبادرة دعم دول إعاقة ودمجهم في المجتمع بشريحة كبيرة ونحن كنا الحمد لله من الجهات التي بدأت في تنفيذ هذه المبادرة العمل التطوعي أو المبادرات المجتمعية مش متركزة فقط على دائرة حكومية أو المؤسسة وطنية متركزة على كل فرد في هذا المجتمع يجب على كل فرد من المجتمع سواء في أي دولة في العالم أنه يساهم في هذه المبادرة أطلقنا طبعا هي فكرة أحد المتطوعين ويانا هو طالب جامعي يتفكرة أن نطبق مبادرة الشيخ محمد بطريقة احترافية بطريقة يديدة ففعلا نحن يلسنا ويبعث بدأنا عملية التفكير فيها قبل شهرين بدأنا عملية البحث عن سبونسرز حصلنا الحمد لله القيادة العامة الشرطة بإداءة حقوق الإنسان وأيضا الهيئة العامة للشباب والرياضة في دبي أيضا عدنا وزارة الأشغال كانوا من المبادرين فإن شاء الله باتشر بيكون في عدنا ملتقة هذا الملتقة يتميز بغير عن الملتقيات الثانية اللي هو اسمه أنا ومجتمعين صحيح أنا ومجتمعين رائع طبعا أنتو يعني يوم نتحدث عن التطوع نحن نتحدث الآن ليس عن مجهود بسيط هو دعوة لشخص إلى الحضور في حفل أو الحضور إلى تقديم واجب في شيء أو في مكان معين لكن نتكلم عن منظومة 3000 شخص عدد كبير ونتحدث أيضا عن رئيس اللجنة المنظمة 3000 شخص في فريقي أنا ولكن على مستوى دولة الإمارات هناك أعداد كبيرة طبعا لما أخص أنا فريق أقول رئيس اللجنة المنظمة للمنطقة ومجتمعي ونائب رئيس فريق أسعد شعب يعني قاعدين يتكلم على مسميات صحيح يعني نبا ننقل الآن للجمهور على كيف تقدرون تربطون أو تنظمون عملية التطوع ما عملكم في الدوائر وهل هناك عمليات تفريغ تتم لكم في ألوقات التي تكونوا أنتم فيها ممارسين على حالة التطوع ماذا يحدث؟ حقيقة في الوقت الحالي هناك انتشار الفكرة التطوع من قبل المؤسسات الحكومية هناك تعاون لما لمستها هذه الجهات الحكومية من أهمية المتطوع اليوم المتطوع يساهم في تنظيم أكبر المؤتمرات والمعارض التي تنظم على مستوى دولة الإمارات في أي حدث يستوي على دولة الإمارات أو خلنا نتكلم على مستوى دولة الإمارات يكون سبب نجاح أو المساهمة في نجاح هذا الملتقى هو المتطوعين جميل جميل طب علاء نحن إذا تتكلمنا حين أنت كم مسؤول عن عمل تطوعي وعن أشخاص تحتك تتكلم فيه 3000 شخص شو الرؤية التي شفت فيهم بدلت من أطباعهم يعني هل فعلا العمل التطوعي يغير من شخصيت الشخص الذي يجد دامه بالشعور في الطرف الآخر نعم نتاج الخير لها للخير نحن نقولها حقيقة الشباب أو البنات اللي يهتجون للعمل التطوعي مجرد دخولهم لهذا العالم المبدع يبدأ يطلع من داخلهم الطاقة الإيجابية في عندهم طاقة إيجابية ولكنها مكبوتة في وقت فراقهم الحين في عملية التطوع بدأت هذه الطاقة الإيجابية تطلع بعملية إبداع اليوم بعض الأحيان يدخل عندي متطوع يخجل أنه يوقف جدام الناس أو يتحدث للناس من خلال العمل التطوعي ومن خلال ممارسة لإبداعات الطوعية ومن خلال اللقاء مع شخصيات مهمة وغيرة من الشخصيات بدأ هذا الشخص يتغير لدرجة 180 درجة شكرا لكم العافية شكرا لك على تواجدتكم معنا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم ودائما إلى الأمام العمل التطوعي هو سما من السماة الجميلة وطبعا يبعث روحة الاجتماعية ومعرفة التطوعي هو سماعي ومن خلال اللقاء ومن خلال اللقاء سوف تصل إلى أعلى المراتب شكرا لكم شكرا لكم